في سوق شعبي في حي المحيط في العاصمة الرباط رأي مغربي رافض للسماح للمرأة بالإجهاض وبالحرية الجنسية مع ربط الموقف بالمرجعية الدينية الإسلامية للمغاربة الإجهاض في المغرب فهو ما يمكنش يكون احنا واحد المجتمع اللي هو مسلم اللي عدنا ديانة اللي احنا ضدد شيء نهائيا سواء الجنس ولا سواء حتى الإجهاض بالنسبة للمرأة للمرأة كتبقى حاجة مقدسة انا ما تشجعش للمرأة الدرش يعني احنا دولة إسلامية وذلك لكن تشبع الشارع شيء حرام في الدين يعني ما متفقش معه واصلا انك شفقة ضرر تحاكم الصحافية هاجر الريسوني ابنة أخي أحمد الريسوني الملقب بخليفة القرضاوي بتهمة الإجهاض غير القانوني ما تسبب في إحراج شديد وفق مراقبين لأحمد الريسوني فيما يطالب صحفيون مغاربة في قضية هاجر الريسوني باحترام الحياة الخاصة للصحافيين نقول أن الصحفي فوق القانون ولكن نقول اليوم على أن المقتضيات القانونية التي تتابع بها زميلتنا الملزمون نحن الصحفيون بالتضامن معها والتأذر معها المقتضيات القانونية تناقض المواتيق الدولية وتتدخل في حياتها الشخصية التي لا حق لأي كان على أنه يتدخل فيها إشكال متعلق بمسألة متعلقة بالحريات الفرضية من المرتقب أن يناقش البرلمان في الدورة الخريفية انطلاقا من شهر أكتوبر المقبل تعديلات في القانون الجنائي المغربي تشمل الإجهاض فيما يبقى تقنين الإجهاض أو الإبقاء على منعه قانونيا حسب متابعين تحديا مطروحا على البرلمانيين المغاربة عادل زبيري العربية الرباط